كان بزاف ناس باغين يديروا دومونت فيزا وتلفت لهم هل الحساب البنكي حاجة أساسية في الملف ولا حاجة ثانوية في هاتلا فيديو راح نجاوب على هاد السؤال اللي راح يتكرر بزاف ندير وانت وارك باغين يدير دومونت فيزا لدولة في منطقة شنغن ولي ما يعرفش دول منطقة شنغن راح نديركم فوتو هنا ولا راح باغين تقدم على اشياء تعب بريطانيا ولا كندا الحساب البنكي هو شرط أساسي مهما كان العمل متاعك موظف ولا تاجر ولا حرفي فنان مدقاعد فلاح إلى آخر لازمك الحساب البنكي خصوصا في التأشيرة السياحية واللي تعتبر الأكثر طلبا نعطيكم ميتة الباصية واش معناتها أصلا الفيزا السياحية يعني راك ماشي تدير السياحة وكي نقوله السياحة يعني راك ماشي تاكل درهمك هذا هو المقصود بالفيزا السياحية باش يكون الملف متاعك كامل ومتكامل لازمك تدير فيه الحساب البنكي باش النهار لي تدير ضموضن تاعك يعافو بلي هاد الإنسان عنده هدرهم باش يجي عاد نيدر السياحة إذا ما درش الحساب البنكي راح يعطوك الرقم مباشرة هاد الهدرهم ما فيها شنيقاش كأن واحد الناس معنا باديش كيفاش يخمه يقول لي بللي أنا بغير روح لسبانيا مثلا وبغير نقعد تماما نحرك الفيزا وما نقول ليش باقي نقعد نخدم تماما وشيات ضرهم عندي في جي بي ما عنديش من حساب البنكي انتاعي بس صح لازم الملف انتاعك يكون كامل باش تولي مؤهل باش تقدر تتقدم على طالب للحصول على الفيزا كي تسمعني باللي يقول تكلمات مؤهل هذا ما يعنيش بللي عدوك الفيزا مئة بالمئة لا صح بي هذي باش نقولهم متفاهمين الإجراءات تاع الحساب البنكي تختلف من دولة الى دولة كاللي قبل رولوفي واحد هي تاع الدنار ولا تاع العملة الصعبة ولا تديرهم مع بعض مهمش كما دولة تركيا وكان الدول اللي طلبوا الحساب البنكي بالعملة الصعبة وبالدينار كما دول منطقة شنغن ولا كندا ولا بريطانيا نعود نذكركم في ملف الفيزا السياحية خاصة لازمك تدير الحساب البنكي هذا أمر أساسي إن شاء الله تكون لحقة المعلومة سلام عليكم